موشي موش أصدقائنا الحلوين رجعنا بحكاية لوري القسم الثالث لو ما شفتوا الأقسم السابقة لازم تشوفوهم بسرعة 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 وترجعوا تحضروا هالقسم رابط موجود بأول تعليق وكمان رابط قناتنا على التليجرام للي بيحب يحكي ويدردش معنا قبل ما نبدأ صلوا على رسولنا الكريم واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس ولا تنسوا اللايك وليتس جو يقترب أليكساندر اللي عندها وبيسألها هل فيك تقومي فبتقول له بواجع ما تقلق أنا بخير لكن لما توقف بتكون مش قادرة تتحرك فبيمسكها بلاتينو بخوف وبيقولها الأفضل إنك ما تتحركي رح أروح للقرعة لاستدعاء الطبيب فاستنيني بعدما بعرف ليش بيحملها طب مع أساس رايح للقرعة المهم بيكون طبعا أليكس بيطلع فيهم نظرات إنه كرهانكم مش طايقكم بيحطوها على شي مقعد وبيكون الساحر القمر يعني مون عم يعالش فيها كالنو اللي يراقبها وبيسألها عن وضع رجلها وبيقولها حطرت لك إياها بدائرة مدعمة بحاجة عجيب لا تساعد على علاجك لهيك ما تجهدي نفسك حتى تتعافي بالكامل فبيعتذر بلاتينوم وبيكون حاسس بتأنيب الضمير وبيقول بسببي هالشي صار فبتحكي لو لا بالمرة ما أنت السبب وإنما اللي صار كان غلطي فبيحكي أليكس ذكرتي من قبل إنك ما كتير بتعرفي كيف تركب الخيل وهلأ أتوقع إنك رح تسيري تكرهيهم فبتقول حالياً يمكن الأفضل إني ما فعلاً أكون مع الخيل فبيحكي لها بلاتينوم خليني أخذك لغرفتك فأكيد المشي رح يضرك ويواجعك فبتتشكره بينما بتكون لؤلؤة عم بتراقب الوضع وبتتساءل تحكي ما بتذكر إنه ماريان كانت فعلاً شيئة بامتطاء الخيول مثل ما بتذكر يعني لما كنا نشاهدها يمكن كانت بس أثناء البث تعرفت تسوق الخيل بينما بالحقيقة لأ وكيف تسوق المهم بتكون لوري قاعدة بالغرفة وبيجي لعندها مون وبقولها حبيت أخبرك على عجل إنه تمتنعي عن ركوب الخيل أذ ما فيكي فبتقول لولي الأساف بلاتينوم اللي قاعدني فجأة وما قدرت أرفض آسفة يمكن هلأ بلجي لكل يشك بالموضوع ويمكن يحسوا إنه الوضع تمثيل فبيحكي لها لا بس لازم تسعي لأنه تخليهم يأكدوا إنها تمثيلية ورغم لعبك لدور ماريان هون إلا إنه الشي ما بيعني إنك تتجاوزي قدراتك كل ما حاولتي أكتر كل ما زاد شكل آخرين بإنك شخصية مختلفة فتشعر لوري بالخوف فبيحكي لها إضافة لهيك أكيد تقرب بلاتينوم منك انخفض شوي عن قبل فهالشي من حسن حضنة وإذا استمرت العلقة اللي بتجمعكم لأ بعض من هيك أكيد هو الثاني رح يحس بإنه في شي غريب المهم بلاش هو كمان يعني يحس إنك مش ماريان فبتحكي له معك حق أنا عن جد الأسوأ فهو بيقولها هيك كنت بفكر إنه المشاعر اللي جمعتك ببلاتينوم ما رح تستمر لوقت طويل لأنه شخصيته بغازل أي حدا وهيك بيعملت صرفات طافة وتوقعت إنه رح يجي يوم يكشف اللي تخفيه هيك رح يكون في حل ما في ثالث غيره إما اتخاذ تدبيل لازمة تجاه اللي بيجمعكم من علاقة أو محاولة تحسين مهاراتك لا تستدرجي لا إلك بدل من إنه هو اللي يستدرجيك فبتحكي له نعم بس أنا يعني بالمرة ما بعرف أتصرف بشكل هاد فبيحكي لها بعرف أكيد الموضوع رح يكون صعب عليك بالبداية لأنه تغير شي ما تعودت عليه بيطلب وقت لهيك الخيار الأمثل إنه نفكر بأول خطوة وبينها بيكونوا بيحكوا بيجي بلاتنو وبيضق الباب عليها وبيسألها هل فيني أفوت فبتحس طبعا بالرعب بيقشري لايك إنه هوس ولا حرف تحكي ومن خلال السحر بيختفي وتحكي لبلاتنو متفضل فبيحكي لها جبتلك وجبتك لهن لأنه أعتقدت إنه رح يكون صعب عليك تنزلي لطحت فبتقول له مو مشكلة بفضل طاقة العلاج صرت أقدر أمشي بدون ألم فبيحكي لها جد يعني خلاص رح تطرديني إنه ما بدك إياني فبتبتسم وبتقول له أكيد لا وهيك بعدولتنا اللي يتناولوا الطعام وبيكون عم يطلع فيها نظرات غريبة فبتسألوا هل في شي شاغل بالك فبيقولها لا بس في عندي كتير من الأسئلة اللي نفسي أسألك إياها كنت بتسأل عن احتمالية وجود طريقة لمنع التأثر بحاجز الأمان يعني قصدوا إنه يحكوا عن الحقيقة وعن حالهم بدون التنكر فهي بتخاف وبتقول معقول بلا شي شك فيها خلاص بسبب الخيل هو بيحكي لها كنت بدي أسألك عن شي وما بعرف إذا عادي أحكي فيه بس بنظرك هل عم بعمل على شي غلط فهي ما بتفهم وتقول له عفوا تبقلها بيثورني شعور إنك منزعجي مني طول الوقت يمكن من جواتي وحس إنك عم تحاولي تتحمليني مش أكتر مش إنك طايقتيني لأنه بعد ما جربت كتير من الأشياء وكتير أشياء تغيرت صار صعب علي أشرح مبتغي بسبب الحجب اللي موجود فلوري بتفهم إنه فكرها مريان بالعكس أكتر وشك إنها كانت مش عارفة تتصرف مع الخير بسبب الصدمة اللي صارت بزوجها ووفاته ولعك بيحكي لها بليس خبريني لو بتحسي إندي غلطت بحقك أنا ما بدي أكون مصدر إزعاج بالنسبة لإلك فبتحكي له بتشكرك كتير على تفاهمك بس أنا ما بقدر أحكي لك الأشياء اللي بخفيها لهيك بعتذر منك فبيقترب وبيمسك إيدها بعدين بيخافوا بيقولها سوري مش قصدي يعني أخضعك أو شي بس كنت بدي أحاول يعني أهون عليكي الوضع وهيك يتوتر كتير وبيقولها من قبل ما داتي لي إيد العون لما كنت متألم لعيك تمنيت أقدر أساعدك ولو شوي بوعدك إنه ما كان قصدي أي شي بها التصرف وبيحكي طن أشياء كل هاد لأنه إيجا يمسك إيدها فهي بتتفاجأ منه كتير وبتقول هذيك المشاعر اللي جمعتني به الشخص ومعرف كيف رح أنظمها بالمستقبل وطبعا منلاقي أعد مون مع الشي اللي تعته اللي عم بيجهزه للمونتاج وهيك وبيسأله واحد منهم إذا بيحب يحط مشهد سقوط لوري بدون تعديلات فبيقوله بالعكس عدله كله واليوم ركز على غارنت و بان فبيحكي له حاضر بس وإنت رح يتم عاقد لقاء الحقيقة الثاني لأنه من المفترض يكون في حال ليتشطط العلاقة بين الطرفين وبالنظر لعلاءة لوري و بلاتينوم واضح أنهم باستقرار فبيحكي مون إذا يلا خلينا نحط تغيير بالأحداث وهذا هو اليوم الخامس باس وصارت صيرة ألف مصيبة بعدين بنشوف على طاولة السفرة واضح أنه إيمي رح تلتقي بلؤلؤة وكمان بينزلوا لوري و بلاتينوم كلهم بيتجمعوا على السفرة وبتسأل لؤلؤة لوري عن وضعها وإذا حاسة يعني بألم فبتحكي لها لا قادري تمشي فبينط أليكس وبيقول الحمد لله فرحتيني ومبارشو فبتحكي لهم سوري إذا كنتوا الآنين علي فبتحكي لها إيمي أكيد كان الوضع مؤلم اللي حسيتي فيه لما وقعته فبتقول لوري صح بس بفضل الدواء العجيب وطلت متألمة بالمرة فبيحكي أليكس نظرا لاستخدامك الحجر العجيب العالي الكفاءة سرعة علاجك رح تزيد بالرغم من أنه ما بتوازي مالك القدرات الدهبية فبتقوله لقلقة والله شكلك كثير بتعرف بها الأمور فبيحكي لها يمكن من خلال السفر لبلدان كثيرة قدرت أكسب بعض الخبرات لكن بيظهر البومة وبيقاطعهم كلهم وبيحكي لهم اليوم رح قعد لقلكم لعبة لعيك جهزوا حالكم بعد الانتهاء من الطعام لما يروحوا بيلاقوا في منطات بالنص وبيستغربوا من الوضع فبيحكي البومة قبل ما نبلش اللعبة في شرط واحد أولا رح يكون في لقاء للحقيقة بعد ثلاثة أيام من هلأ إلا أنه في شرط واحد الاثنين اللي راحوا مع بعض باللقاء الأول ممنوع يختاروا حالهم مرة تانية يعني لا جرانت فيه يختار لقلقة ويروح معها ولا بلاتينم فيه يختار لوري ويروح معها لهيك رح يختلفوا الثنائيات بهالمرة طبعا أيمي بتحس إنه هاي فرصتها أخيرا وأكيد نفس الشي أليكس فبتعرف لوري إنه هاد الشي من طبعا صنع مون وبتقول شكله عمله لحتى نقدر نحدد مشاعري اتجاهه شكله حطها القاعدة ويبتحكي البومة اليوم لعبة الجوهر النسائية الجوهر الأنتوية هي اللي بتقرر اللي بتفوز مع ميداح تروح وفيهم يقضوا وقت رومانسي بالسماء ولعبتنا اليوم هي كالآتي الرصاص المتطاير من أعلى السرج نعم طب ما هو المسكينة مصابة يعني لعبة اليوم قال الامتطاع على الخيل وإطلاق النار على عدة أهداف الشخص اللي بيصير في الهداف بأقصر وقت ممكن راح يكون الفائز لكن بيحسوا قال إنه اللعبة مش عادلة لا أيمي يا حسرة مش عادلة للوري أصكم لقلقه أبارع بامتطاع الخيول وكمان نفس الشي بيتوقعوا إنه لوري بس مش عدل بالنسبة للمسكينة أيمي بس بالنهاية لوري مصابة أصلاً لكن الغريب إنه أيمي بالعكس كأنها شوي واثقة وحاطة هيك إنه راح أعمل هالشي ورح أوصل للي بنتي إياه يمكن من تدريبات صديقنا أليكس هلأ بتبلش اللعبة عند خط البداية راح ينطلقوه وقبل ما تبلش الدقيقة قال بيبلشولي بلاتينوم وأليكس يحذروا المسكينة لوري ويحكولها بليز انتبهي على حالك ومش ضروري تفوزي وإحذري من إطلاق النار ومنها الكلام هاد فعلاً لوري خلال 4 دقايق و 32 ثانية بتكون صابت الهدف وبيشجعها بلاتينوم على هالشي أما أيمي فبتنطلق وبيكون مبين إنه مهاراتها بامتطاق الخيل تحسنة بشكل كتير كبير شكلها عم بتجاهد حتى تقترب من الجرانت فخلونا نشوف بس يا فرحة ما تمت أيمي بتطلق الرصاص 6 مرات وعلى الفاضي ما بتطبق فيها حتى معلش أيمي بدها مهارة مش بس إسرار يسأل جرانت عن عدد الرصاصات فبيحكي له 6 فليش هم تسأل وللأسف أيمي خسرت وواضح إنها بالمرة مش حاسة إنها بخير يجي أليكس لعندها وبيحاول يواسيها ويقولها دونت وري المرة الجاي رح تكوني أفضل أما لؤلؤة فهي حرفيا خلال 28 ثانية بتكون قدرة تجيب الهدف بسرعة البرق وبتحكي الموضوع السهل كتير لدرجة إني حاسها بالأسف وهلأ قال صار وقت اللاعب الأخيرة طبعا وقتها بينصدموا وبيحكوا لاعبة أخيرة ما في حدا أصلا هدولهم كل المشاركات لكن فجأة تظهر بنت جديدة على الخيل وبينصدم الكل بوجودها بتحط هيك السلاح وبتطلق الرصاص فورا وبسرعة كبيرة وحرفيا خلال 11 ثانية بتكون هالبنت الجديدة اللي اسمها أمبر قدرت تصيب الهدف وهيك وبلمح البصر مثل ضربة فجأة عن جد بوجوه كل البنات اللي ظهروا لأنها البنت اللي ظهرت فجأة غير إنها جميلة جدا كمان هي اللي فاتت بالمسابقة وهلأ صارت هي اللي بدها تختار اتنين لترافقهم تتطلع هيك فيهم وبتقول رح أختار بلاتينوم وأليكس طبعا بيتفاجأوا كتير وبيطلعوا للمنطاض بينما بتحس أيمي بالراحة أخيرا جرانت بيئي وما حد اختاره فوق بيكونوا قاعدين وعم يتناقشوا بتقولهم من الجميل إني أقابلكم فبيحكي لها بلاتينوم أهلا فيكي وكمان أليكس نفس الشي وبيحكي لها مهاراتك صراحة كانت كتير رائعة شكلك بتحبي ركوب الخيل والرماية فبتحكي فعلا كتير فبيقولها بلاتينوم إذا بتوقع كمان أنه عندك مهارة كبيرة بالصيد فبتبتسم بيسألها أليكس بقدر أعرف ليش اخترتين احنا الاثنين فبتقول حسيت بارتياح غريب اتجاهكم وأنا بحب الأشخاص اللي بحس بارتياح عندهم فبيقولها بلاتينوم إنتي مثلي بهالشغلة أنا برضو اخترت اللي حسيت بالراحة عندها خلال ثلاث ثواني فبتقوله جاد ثلاث ثواني يعني في بنت هيك حاسس لها فبيقولها صاحب أول يوم جيت فيه هون وهي الشخص اللي اخترته فبتقوله أكي فهمت ممكن إنه كأنه عم يحكي لها يعني أنا محجوز هيك شي فبتحكي أنا فضولية شوي بخصوص نوعك المثالي وبتسأل عن هالموضوع المهم لما تسأل أليكس وإنت كمان شو نوعك ففعليا هاي تقريبا بتكون مثل النوع الخاص فيه لأنه أليكس حكى بيحب البنت السادقة الواثقة وتقريبا هالبنت مبينة بي هالنوع بيسأله هو أنت طيب شو نوعك المثالي من الرجال فبتقول بالماضي ما كنت أفكر بي هالموضوع كنت بس فضولية بإني أعرف عدة أنواع بس عدلت عن هذيك الفترة بمرور الوقت وهلأ اللي بفكر فيه إنه بس بدي شخص معتدل الحال ويتقبلني بكل صدق هالكلام شكله عم بيخلي ويجذب بلاتينوم وبتحكي لها يك رح يكون كتير حلو لو إمتلكنا صفات مشتركة فبيحكي لها يمكن تلاقي شخص بيبرع بالصيد لأنه أنت ماهر أبركو بالخيل وري ماي فبتقول صاح بحب هالأشياء بس ما بحب الصيد فبيسألها ليش فبتقول بس ما بحب وما بحب أشوف الأسلحة والدماء المتناثرة حرفيا هدول الكلام والعبارات عبارات ماريان تماما وقال كمان ما بحب أشوف الحيوانات بتموت وما بدي عيوني تبصر الحزن طبعا بتجذب الاتنين بها الكلام وبتخليهم يشكوا بحالهم لأنه حرفيا وما كانوا مفاكرين إنه لوري هي ماريان بس كلامها وتصرفاتها بتوحي إنها هي ماريان وبيحكي لها بتحكي كأنك كتير واجهتي مشاكل فبتقوله جد بالعكس أنا حدا بنبع اشراك وبتمنى إنه ما أشوف الماضي الحزين المهم بعدين بيقدم لها أليكس بعض الحلوة وبتعكل وبتحكي وهي قاعدة آه لذيذ بعدين بتحس في شي غريب فبيسأل هل في مشكلة فبتقول لا فكرت إنها رح تكون أكتر لذة بإضافة القرفة لإلها طبعا هالشي أكيد رح يفاجأ بلاتينوم أكثر ليش؟ لأنه كمان ماريان هي اللي كانت تفضل فطيرة القرفة طول الوقت وبتحكي أنا بحب كل شي بالقرفة الموز المحمص بالقرفة وكل هاي الأشياء وما بعرف شو فبيحكي لها بلاتينوم عكسي أنا ما بحبها الأشياء ولا بطيئة فبينصدموا المعلقين تقريبا وبيحكوا ليش هذول اتنين كأنهم رح يتقاتلوا بالذات بعد ما حكوا الموز بالقرفة لأنه هذا كان اللي شتغلت عليه ماريان مع زوجها بالحلقة الرابعة وهيك حتى المعلقين بيبالشو يحسوا أنه فعلا هالبنت كتير بتشبه ماريان وكانها نفس النوع والمثالي تماما ومثل تصرفاتها حرفيا وهيك بيبالشو يتسألوا هل كانت هاي هي ماريان وهديك فعليا مش ماريان وهذا التساؤل طبعا كمان أكيد عم بيدور ببال بلاتينوم وأليكس لما بيرجعوا بيعود جرانت معهم وبيسألهم كيف كان الوضع مع هذيك البنت اللي اسمها أمبر فطبعا ما حدا فيهم بينطق يستغرب وبيحكي لهم ليش ما عم تحكوا فبيقول إنها ممثلة وإنها عم تتعي وتتصرف لتخفي الهوية هاي هي القاعدة الأسمة بصندوق الجواهر فبيحكي صح فبيقول إذن مؤكد إنها محت كذبة يعني لأنها عم تقلت شخصية تانية بالعمد بس يسأل أليكس أي وحدة فينهم اللي بتظن إنها فعليا ماريان أما جرانت فطبعا أكيد مش فاهب بالمرة الوضع وهدول الاتنين أصلا أنا مو طيقتهم مش حابين لوري لأنها لوري وإنما لأنه هي ممكن تكون ماريان لعك هلا عم بيحسوا بالمنافسة الأكبر وجرانت عم يتسأل شو الوضع وشو اللي يصار بيحمل حاله وبيغادر وهو لسه عم يتسأل شو اللي صاير بينهم بيطلع جرانت لبرة وبيكون قاعد محضر وعم بيفكر وبيقول مش قادر أعرف مين فعليا منهم اللي ماريان الحقيقية وبعد ما تم بث الحلقة فعلا حتى الناس اللي بيكونوا عم يحضروا يتسألوا وبيحكوا كلنا فكرنا أنه سبج هديك هي ماريان بس شكله أمبر تشبه ماريان أكتر لكن عم تتطرف بشكل مريب ومبين أنه سبج أكتر ملابقة لعينها تكون بهذا ما زوج هتوفى وما بعرف شو وهيك فعلا موني بينجح بأنه مش بس يشكك أليكس وفلاتينوم بمين هي ماريان الحقيقية وإنما حتى كل أفراد الإمبراطورية الموجودين وكل المواطنين اللي بيكونوا عم يتناقشوا حدا بيحكي إنه بالحقيقة سبج هي ماريان لأنه مش منطق إنه تيجي وتتصرف بنفس شخصيتها لأنه هيك رح نعرفها بس التاني بيقولوا يمكن جد هي مش ماريان وإنما هي بنت خجولة وإحنا بس شكنا بالموضوع وبيقولوا إنه الكل أصلا مخفية هويتهم عدم ماريان وذلك يمكن كلهم أصلا عم بيمسلوا إنهم ماريان فبيسألوا ليش رح يعملوا هيك فبينط واحد وبيحكي يمكن لحتى يخلوا الموضوع أكتر متعة لأنه بالموسم السابق كانت هي من الجواهر اللي خلفياتها نبيلة وكان في جواهر بتتصرف بغرابة وبالنهاية تضح إنهم مزيفات فبيحكوا لعاد إذا نيمكن سبج هي الجوهر المزيفة وواحد عم بيدافع عنها الكل عم يتسأل نفس الشي مين هي ماريان الحي إياه وأنا عم بتسأل وين ترح يتلاقوا التنتين لوري وآمبر لأنه أنا نفسي أشوف هذيك الطوشة ولما يكونوا قاعدين على السفراء بتكون آمبر عم تحكي بدون سكوت ورا بعض ما شاء الله وقاعدة تروي وتحكي وهم كلهم عم يستموا بحماس لإلها وهي عم بتقول مغامراتها والأشياء التانية وهي بتحكي عن السؤال مع تاجر وبتحكي لهم بقسم لكم بالموضوع إنه يمكن مبين كذب اللي بحكي بس هاي الأشياء حقيقية وكلهم بصيروا يضحكوا على تصرفاتها وعلى كلامها وإنها لطيفة كتير المهام اللؤلؤة وغرانت بكونوا عم يضحكوا بشدة قال من قصصها وهيك وبتحكي لهم لؤلؤة لسه لو شفتوا مبارح أمبر ظلت تحكي كتير أشياء وقبل النوم يغمينا من الضحك فبيسأل عن شو حكيته فبتحكي بليز أمبر خبري بقصة المعالج السخيف مرة تانية فبتحكي لهم أوكي إذا أنتم فضوليين دح أحكي لكم إياها كان في مرة معالج أهضل لما تم تقسيم كارديالة 9 ممالك وبوقت منشأ هاي الإمبراطورية حس إنه في شي بيحيط فيه أشياء عديمة الإيمان وبعدين يعني المهم بتحكي القصة صراحة ما بيحقولنا إياها بس المهم إنه الكل عم يضحك حتى أمي النكدة عن جد منيح شفنا بتسامتك وهيك الكل بيكون محتار بس أكتر حدا بلاتينوم اللي واضح إنه عم بيحس بمشاعر مختلطة فبيسألوا طبعا لما يجي ممو قابلة معه شو انطبعك الأول حياء الأمبر فبيحكي أنا مرتبك ومش عارف شو أقول هاد هو كل اللي بقدر أحكي فبيسألوا هل بتتوقع إنها ماريان فبيقول ما بعرف فبيسألوا هل بتفكر إنك يمكن تغير رأيك إذا كانت هي ماريان فما بيعرف شو يجاوب أما جرانات فلما بيسألوا عن انطبعه الأول لا أمبر فبيحكي إنها مسلية ومفعمة بالحيوية ولولوها بتحكي إنها صارت أكتر حيوية بسببها وإنها صارت تتحبها أما عن أيمي فبتقول إنها مذهلة ولكل حب شخصيتها وبتحكي كمان أتوقع إنه جرانات كمان حبها بالنهاية بيجيبوا لوري وبيسألوها عنها فبتقول إنها شخصية مثيرة للاهتمام أما أليكس فبيحكي فتاة مسلية بعض الشيء وبتوقع إنه الوضع برمته صار أكتر اهتمام وقد ما فكرت بالموضوع فالوضع غريب ومريب بالنهاية المقابلة بيسألوا البنات مين بتتوقعوا إنها ممكن تكون أول واحدة لوري بتحكي ما بعرف أما لؤلؤة فبتحكي إنها عم بتذكرها بماريان ويمكن يكون شعور مزيف أما جرانت فبيقول وأنا كيف رح أعرف هي مين مش أنتم خبين عنا الموضوع وآمي برضو بتتوتر وبتتساءل هل هي حدا بعرفه يعني لاثنان هدول هبايلو مش عارفين ماريان أصلا من ساسها أليكس بيقول يمكن هي ماريان بس هاد محت اعتقاد وارد فبيسألوا هل برأيك راح تغير رأيك ومين اللي بتفضلها إذا تضح إنها البنت هي ماريان فبيقولوا بصراحة ما فكرت لسه بالموضوع بس أكيد بدي أتعرف عليها أكتر لأنه محتار إزا هي عم بتمثل ولا حقيقية بس بكل الأحوال من بينها شخصية جيدة وحرفيا شخصيتها الواثقة عم بتخلي الكل يوقع بحبها أكتر لحتى يعني بتيجي وبتحكي لهم إنه بدي أروح وأتفقد اليزيرة قبل النوم فهل في حدا منكم بيحب يرافقني طبعا الاتنان بيقترحوا إنهم يرافقوها ويروحوا معها فبتحكي إزا خلونا نروح كلنا إذا ما كنتوا مشغولين فبيحكي بلاتنوم لأ لسه لوري تعبانة وما رح أروح بدونها وهيك حتى البنات بيقرروا كمعا يرافقوهم ويروحوا لكل يعني ما عدا بلاتنوم اللي مصري يضل مع لوري وبيللفت لعندها وبيقولها هل بتحبين نتناول الطعام؟ وهيك ببالتوا الناس يتساءلوا ويحكوا شكله بلاتنوم جد وقع بحب لوري مين ما كانت تكون ومولي أنها ماريان وبس ويمكن جد هلأ لوري تغير رأيها بخصوص بلاتنوم فعلا بينما بيطلعوا البقية اللي حتى يتمشوا بالجزيرة يكونوا بلاتنوم ولوري قاعدين مع بعض وبتسألوا داب السكر فليش لسه ما عم تشرب فبيحكي لها سوري كنت عم بفكر بشي بعدا بيسألها لوري هل بتمانعي؟ لو سألتك سؤال خاص خوف وتردد تسأله لوري شو اللي بتاك تسأله فبيحكي لها لما رحنا للقاء الحقيقة أول مرة لأي سبب اخترتيني أنا فهي طبعا تتذكر أنه أكيد مون حكا لا تختار حدا غير أليكس لأنها كانت موجبة بأليكس ويمكن يكتشفها لهك حكت له اخترتك لأنه كان بدي هالشي فبيحكي لها غريبة لأنه بالبداية ما كنت أنا الشخص اللي بدكي يعني فوين ته وليش غيرتي دعيت فبتقوله بالحديقة بهديك المرة بوقتها كنت كتير مذهل بالنسبة لإلي فهو بيحس بالتأثر وبيقترب منها وبيمسكينها كالعادة وبيحطها على وجهه وبيقولها جد يعني برأيك بتحس أنه أنا شخص رائع تمام رح أظل أتصرف بهالطريقة وخبريني إذا مليتي مني لحتى أورشيكي جوانب تانية مختلفة فتحكي له أوكي تمام وبيحسوا المشاهدين أنه شكله الوضع لسه بينهم تمام وما تغير شيء وبيتساءلوا شو اللي عم بيصير مع أمبر والشلة منشوف بغرفة النساء لما تسأل لقلقة أمبر عن اللي صار معها مبارح وكيف كانت جولتها فبتقولها عجبتني كتير وكان معي مرافقين لاطفين وبتحكي لها سمعت أنك بارعة بركوب الخيل فهل هالشي صح فبتقولها صحيح هالشي فبتحكي لها جرانات اللي خبرني وأنا عفكرة كمان كتير بحبها بس شو رأيك نروح نزها للشاطئ فبتحكي لها أكيد ما عندي مشكلة فبتقول شو رأيك كمان الآخرين تيجوا معنا فبتحكي لوري للأسف أنا ما رح أقدر بسبب كاحلي هالفترة وقامي بتوتر بتقول أنا لسه مش جيدة لا ركوب الخيل فبتسأل أمبر لوري كيف تقزيتي هيك فبتحكي لها وقعت عن طريق الخطأ ولحظنا الحظ ما نصبت إصابة بليغة فبتقولها بس أكيد كان هالشي رح يكون بغاية الخطورة سعيدة إنه ما نصبتي لهالدرجة عن جد سعيدة كتير شو تصرف الغريب ما بعرف المهي تتشكرها لوري بعدا بتسأل أمي وانتي من وانت بتتعلمي ركوب الخيل فبتحكي لها من فترة قصيرة كتير يمكن أربعة أيام فبتحكي لها واو وقديشك بنت سريعة التعلم فبتحكي لها أمي شكرا كمان وبيبلسوا يتناقش ومين هي ماريان الحقيقية طبعا أكيد مش غرفة البنات وإنما هذول الاثنين المعلقين اللي أزنخ من بعض بعدا بنشوف لوري قعدة طبعا عم تستنى مون ليوصل ولما ييجي بتقوله وتأخرت على فكرة علي فبيحكي لها سري كان فيه اجتماع لا تمديد النشر فبتقوله تمام فبيسألها عن رجلة وزي بخير فبتحكي له إنها صارت أفضل فبيحكي لها بفضل استخدام الحجر العجيب أكيد المفروض ما عندك ألم بس لا تضغطي على حالك أحتياطا فبتحكي له شكرا بيسألها هل في عندك أسئلة فبتحكي له بآخر مرة حكيت لي أتحاشى فكرة بقائي مع بلاتينوم بمفردنا لكنه تغير فهل لندمام أمبر السبب بهالموضوع فبيحكي لها بطريقة غامضة وكأنه فيها غضب ما في إداعي تعرفي كل اللي عم بيسير بالبرنامج يا حضرة لوري فبتحسيه بالحزن وبيقولها اللي عم بابنا حكيه هي المعلومات اللي أنت بحاجتها وبس إذا هيك حتبيني إنك طبيعية أكتر أكتر منه أنت عم تشتغلي متل قبل فإذا عرفتي كل شي ما رح تعرفي تكوني مبينة طبيعية والأفضل نبلش حديثنا بهالموضوع من غدا أما بيغرفة الرجال فبيكون جرانت مش موقف حكي عن أمبر وبيضل يضحك على القصص اللي بتحكيهم فبيقوله بلاتينوم واضح إنكم قضيتوا وقت حلو برفقة هديك البنت فبيحكي أليكس إنها غريبة لدرجة بتخلي الأشياء الصغيرة تلفت الانتباه فبيقول جرانت عن جد ولو سمعت لقلوا أهل كلام كانت رح تضحك أنا كما رح أخبرها هل شي لاحقا فبيحكي أليكس أظن إنها خبرتها القصة لأنهم كانوا مع بعض فبيحكي طيب بس بحس إنه أحسن كلنا المرة الجاي نروح سوا وبتمنى نرجع نروح مرة تانية لأنه الموضوع كان ممتع يطلق فيه بلاتينوم وبيقوله أوكي حلو يكون عندك رفيقة قضي وقتك معه بس جد عادي إنك تظل تلاحق هذه البنت الجديدة فبيقوله شو أصدك فبيحكي له أليكس أصدي أكيد أليكس فهمني فبيسأله أليكس يعني ببساطة مين الأقرب لقيلك أمبر ولا لؤلؤة فجرانت قال هيك بيوقف مصدوم ومش فاهم فبيحكي له بلاتينوم سوري بس اضطريت أستخدم أليكس لأنك ما رح تفهم غير لما حدا يحكي لك الكلام دغري وفعلاً جرانت يعني بتحسوه أهبل واحد بالعالم لا قادر يفهم مشاعر حب أي حدا اتجاهه عكل حار خلونا نشوف أمبر اللي إجادة جديد لأي حدا نجذبت أكتر شي لما بيعدوا بيسألوها هل في حدا أنت معجبة فيه فبتقول فيه شخص بحمله مشاعر أكتر من البقية وبتحكي أنا مثل بلاتينوم يعني بحس بالراحة تجاه الشخص وخلص بحس إنه قبلت هداك الشخص أنا من الناس اللي عندهم مشاعر من النظرة الأولى ولها سبب فيه واحد منهم جذبني طبعاً أكيد البراعات اللي مثل هيك بيكونوا حيايا صح جذبات بس أكيد فيه عندهم من تحت لتحت بيشتغلوا اللي عجبها أكتر واحد قال شو بلاتينوم مع أنه هو اللي جاهله طول الوقت وما كان حرفياً عم بيعبرها فهي بتحكي حبيت إنه جاهلني وما كان كتير معبرني ولها السبب صار في عندي فضول كبير عنه بدي أعرف أكتر مين هو وليش هيك وليش ما عنده فضول لا يعرفني فبيسألوها طيب شو رح تكون ردة فعلك لو كان بلاتينوم معجب بشخص آخر فبتحكي على الأغلب هو فعلاً معجب بحداً تاني لأنه بيرجع بوقت متأخر بس بما أني بمتلك وقت طويل هون أنتوقعنا عندي فرصة لا أدار أحكي معه بما أنه أكيد رح أنتهز لحظة إخباره بهويتي كفرصة فبيسألوها هل برأيك رأيه رح يتغير اتجاهك إذا عرف أنت مين فبتقول ما بعرف بس بتمنى أقدر أغيره شوي لأنه الوضع رح يكونه بوقتها ممتع يعني هل بنت حرفياً جايبينها لتزيد الأكشن والمطعة والحيرة على المشاهدين بعداً باليوم التالي بنلاقي أليكس قاعد عم يعزف على ليبيانو وقاعدين الشي اللي عم يرقصه لقلقة مع بلاتينوم وأمبر مع غرانت ولقلقة بتحكي له انتبه أنك تخبط على رجليها فبتحاول أمبر تهدي غرانت وتطنه وتقول له لا تقلق أنا رح أتبع خطواتك وهيك وبلاتينوم بيحكي حاسس بزن بإنه تارككم أنتو تنتين قاعدين بينما إحنا عم نرقص فطبعاً إيبي بتحكي أنا ما بعرف كيف أرقص أما لوري فبتقول أنا رجلي لسه بتوجعني أو ما انشفت فالأفضل أني أضل قاعدة فبيسأل أليكس هل بتحبه أقوم بعزف مع زوفة تانية فبيحكو له ياس بليز وطبعاً بتقرر أمبر هلأ تستغل فرصتها وبما أنه لوري ما عم بتشارك تيجيي وبتطلب من بلاتينوم قال أنه يلافقها ويشاركها بالرأس وفعلاً هيك بيلتفتوا للتنين اللي يكونوا مع بعض ويجران تقولوا له آه سوا هنا ما لوري بتكون عم تحكي مع إيمي بيحاول بلاتينوم يظل امركز معها بتحسوا بلاتينوم ما بدوا يعطي لأمبر فرصة بالمرة لأنه عارف أنها رح تسرق قلبه لو أعطاها الفرصة بس أمبر بتبلش حكي وتغزل فيه وبتقوله إنه عن جد مغوب وبتحكي له مع إنه عقلك بمكان تاني بس لهلأ ما قدرت تدعس على رجلي ولا مرة معناتك فعلاً شخصية مغوبة فبيحكي له مو أصلاً قبل شوي تعربتي للأذى من إنه جرانت كان طول الوقت عم يخبط على رجليكي فبتحكي له حفاظاً على شرف جرانت ما رح أحكي إندي توجعت فبيحكي له بس أنت كمان ماهرة بالرأس فبتحكي له هلأ ستعرف الموضوع وبترقص له ما بعرف شو بتعمله الحركات اللي بتذكره حرفياً بماريان تماماً بالرأسة وهيك بينتهيوا من العازف وبيحكوا لأليكس إنه كان فعلاً كتير عازف ممتع وإنه حظيوا بالفرح والسعادة بعدين أمبر بتحكي خلونا هلأ كلنا نحضب وقت ممتع مع بعض الكل في شارك فيه فشو رأيكم نلعب مع بعض لعبة الوراء فبيحكي بلاتينوم أكيد ليش لا بما إنه هاللعبة ما رح تتطلب من لوري إنها تقوم وفيها كمان تلعبها لأنها بتحبها فلوري طبعاً تنشل وبتحكي ماريان اللي بتحبها بس أنا بالمرة مش لعبة شطرة فيها فبتقول أيمي أنا ما بعرف كيف ألعبها فهل ممكن حدا يشرح لي فبيحكي لها أليكس أنا مستعد أشرح لك وتوقع كمان مساعدة من أليكس خلص لازم أيمي تقع بحبه وبتحكي لها أمبر إذا كنتي بالفريق معي رح أخليك تفوزي بسهولة فهدان بتنطلولها وبتسأل جرانت إذا بيعرف كيف يلعب الوراء فبيقولها بالعكس أنا كتير شاطر فتت تشجع أخيراً أيمي وبتقوله إذا بليس تعلمني لأنه بدي أجربها آه سوري معلش أنا حطيت حمل تقيل على أيمي فكرتها تشجعت وصلت عم تحكي مع أمبر للأسف وهيك بيظلوا أمبر وأيمي يفوزوا والبقية يخسروا وبيشهر بلاتنهم إنه لوري مش قادرة تلعبه مش عارفة كتير ويك محتارة وبيسألها فبتحكي لو صاح أنا شوي محتارة وبتقول بعقلها ما بعرف هاللعبة وقواعدها كتير صعبة ومعقدة وبكرهها الحمد لله بنتي جرانت لا يقترح أنهم يغيروا اللعبة أصلاً فبيسألوا أليكس إذا شو اللعبة اللي بتقترح أنه نلعبها المخادع اللي بيننا عن جد قلتكم هل أمبر هي ماريان ولا شو وطبعاً أكيد لوري بتحس برعبة كبيرة لأنه هي المخادعة المعروفة فبتحكي لو لو آه ها طيب شو قواعد هديك اللعبة فبتقول أمبر القواعد بسيطة كل واحد منا خلي يسحب ورقة واحدة والشخص اللي بيختار الجوكر بيكون الكذاب باختصار شو اللعبة أثافها إنما بتقول الكل اللي بيتناول سؤال ولازم يجاوبه بينما مالك الجوكر لازم يكذب وإحنا لازم نكتشف مين الكذب بيننا لنربح يعني على أساس بتبين إنه اللعبة لازيزة ولوطيفة وبريقة بس بقامبر مش حاسة في برقة بالمرة المهم بيبلشوا بأول شي بيلولوها بيحكولها تفضلي اسألي أول سؤال فبتحكي تمام فيه فرق كبير بين شكلك الجوهري وشكلك الأصلي يعني عم تسألهم إذا فيه فرق كتير كبير بين أشكالهم هلأ وأشكالهم الأصلية بيحكي بلاتنوم يعني ممكن شي بسيط وإنتي لوري فبتحكي أنا كمان أتوقع أنه فيه اختلاف بسيط فبيحكي أليكس أنا ما بتوقع أنه فيه الاختلاف يعني اختلافه جدا عادي وبتقول إيمي أنا كمان شي بسيط أما جرانت طبعا واضح أنه طل أهله الجوكر لأنه بيحكي لا مش معقول يكون فيه الاختلاف فلؤلؤ بتقدر تحزر إنه هو الكتسب وخلاص يعني وبيوقع بالفخ فبتحكي لها أصلا أنت طرحتي سؤال بيستهدفني لأنه عارف الموضوع لأنه فعلا نعرف إنه جرانت أكبر بكتير يعني كجسم من شكله الحالي بعدين بيكون دور إجرانت لا يسأل وبيحكي تمام السؤال هو هل استمتعتوا بلقاء الحقيقة اللي صار هذه المرة فبتحكي له له لا بس يعني سؤالك مش عادل لأنه في اتنين ما حضروا اليوم أليكس وإيمي المهم بيتوتر بس بلاترون بيقول استمتعت فيه كتير ونفس الشي تحكي كمان لوري وكمان أليكس بيحكي أنا استمتعت فيه جدا طبعا هو ما حضره لهيك هو الكذاب وأخيرا بيكون دور إيمي لا تسأله بتكون شوي خايفة والسؤالها بيكون كالقاتي هل تغير رأيك من قبل بعد ما اخذت لقاء الحقيقة فبيكون جواب جرانت يمكن وبيكون جواب لؤلؤة مش كتير بيكون جواب لاتينوم لا وبيكون جواب لوري كمان نفسه أما أليكس بيحكي يمكن فيه شوي التغيير وأخيرا أمبر بتقول ما بعرف فأنا ما رحته فبتتشجع إيمي وبتقول أنا كمان ما تغير بالمرة من البداية للنهاية طيب عن جد هاد الجواب الكل بيان فيه كذاب ما حدا بيعرف مين السادق ومين الكذاب بيحتار الكل أخيرا بيقدروا يكتشفوا إنه لولو آي هي الكذابة الكل بيقشر عليها ما عدا جرانت الأهبل اللي بيقشر على إيمي المسكينة عن جدها البنت مش عارفة يعني المهم بتقول لولو أصح أنا انكشفت فبينصدم آلي جرانت بس بلاتينوم بيحكي له ليش فكرت إنه إيمي هي الكذابة فبيقول لأنه يعني بالأول كان مفكر قال إنها بتكره بعدين هي حكت له إنه كل اللي كان بدها إياه تكون معه بعدين لما يفهم هلأ إنها حكت أنا ما تغير رأيي من البداية حتى هاللحظة يمكن بتكون وصلت الفكرة أخيرا 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 لمخ هالغة بيهاد وأخيرا منوصل للحرباء حرفيا أمبر اللي بتقول سؤال عن جد صعب كتير تحكي أنا مهتم بأكتر من شخص بالوقت الحالي صح ولا لأ يعني هذا السؤال حرفيا تركي كتير كبير للكل وبتحكي لها لولو صراحة رح أعترف إنك شاطرة بيك سؤال بتقول إيمي أنا أتوقع إني لأ رح أضل نفس ما أنا أما جرانت فما بيفعل أصلا كل الموضوع المهم بتشرح لولو أو بتسأله أصدها يعني هل أنت مهتمة بكمان شخص حاليا فبيحكي يمكن فضولي عن كمان شخص أصدع عن إيمي يمكن تحس إيمي بالخجل وبتحكي لولو أنا عندي شخص وبيقول لاتنم ما عندي أي اهتمام بشخص آخر فبتحكي لوري أنا رح أكون فضولية كمان وبيقول أليكس أنا كمان من الأشخاص الفضوليين أما أمبر فبتحكي أنا لا عندي فضول تجاه شخص واحد بس وبعدها بتقول لولو أتمام خلونا نقشر للكاذب والكل بيأشروا على أمبر فبتقول غلط وهون الصدمة إنه أمبر فعليا بس مهتمة في بلاتنم المهم أمبر بتتسأل طيب بما أنه ما حزرنا مين الكذاب شو رأيكم بتحبوا أنه نحزر عن طريق إنه نشرب العصير وإذا ما بده الكذاب يحكي لنا مين هو فخلاص عادي واضح إنه بلاتنم اللي كذاب لأنه بيكون محتار يشرب ولا لا بس بيقوم بالشرب النهاية وأخيرا بيحين دور المثقف أليكس اللي بيعطي سؤال لسه أقوى من سؤال أمبر وبيحكي أنا عم بكذب لأخفي هويتي الحقيقية وبتدعي إني شخص تاني بتقول أمبر يمكن أنا عم بعمل هيك شوي أمي بتحكي أنا لا وبيحكي جرانت أنا ما أتوقع مني شاطر بالتمثيل أصلا ولو قلوها نفس الشي فبيحكي بلاتنم أنا يمكن شوي فبتقول لوري أنا ما عملتك إطلاقا وبيحكي أليكس أنا كمان فبتتساءل أمبر إذن مين الكذاب بيننا وكلهم بيأسروا على لوري الحرفين بيكون الوضع مرعب وبتحس لوري طول الوقت كأنه أمبر عم بتحاول تكشفها وخايفة وحتى اللي عم بيشاهدوا بيقولوا أنه الوضع تحول من لعبة لشي مخيف وخصوصا أنه عندهم فضول فعلا على الإجابات خصوصا أنه في منهم ما نكشفوا المهم وأخيرا بيحين دور سؤال لوري اللي بتقول تمام سؤالك الآتي لما أعرف أنه تم خداعي من قبل هالشخص ما رح أقدر أسامحه بالمرة بعدها حرفيا يعني عم تحكي عن حالها وعن بلاتينوم اللي بيحس أن السؤال بوجه لإله وبيقول صح إذا تلعب حدا بمشاعري وخداني مستحيل أسامحه مدى الحياة أليكس بيقوله على فكرة هلأ دوري أجاوب فبيحكوله شك له كنت كتير متحمس لا تجاوب على السؤال فبيعتذر منهم بيقول أليكس إذا كان عنده سبب منطقي فما أتوقع عني عادي يعني رح أسامحه إذا كان فيه سبب منطقي والبقية فعلا كلهم بيتفقوا معه بالموضوع وإنهم ممكن يسامحوا الشخص اللي كذب عليهم إذا كان فيه فعليا سبب مقنع لهذا الشيء وهيك أخيرا لكل جاوب على سوداء الواحد بصدق بيحين دور بلاتينوم وبيحكي سؤالي كالآتي نفسي تم الكشف عن هويتي وأسرع وقت ممكن تتساءل لوري شو الكلام اللي كانت ماريان رح تحكيه أما أليكس فبيحكي عادي أنا مش سألة كتير وبتقول أمبر لما تيجي تحكي بتقوم بسرعة بشكل غريب قيمة بتوقع وبتنهار بحضن جرانت وهالشي غريب بس واضح إنه شكلها شوي غميات مش أكتر وهيك بتنتهي هالليلة مش عارف إذا أحكي على خير ولا على شر ولا على مصيبة ولا شو اللي صار حرفيا بتكون دوري غافيانة بالغرفة وعن تتسأل عن الوضع بينما بتكون أمبر قدام البحر وقفة بيطلع لها بلاتينوم لا يحكي معها وبيسألها ليش بايقة فبتقول لي أنه ما بعرف أنام وأنت ليش ما نمت فبيحكي له أنا كمان نفس الشي فبتسأله سؤالك اللي جاوبت عنه من قبل واضح إنه نفسك تكشف هويثك الحقيقية بسرعة أتوقع أنه الموضوع رح يصير أكتر إثارة إذا تم الكشف عنها وإنت شو رأيك فبيحكي أنا كنت فضولي كمان بس ما قدرت أسمع جوابك فبيحكي لها أنا ما نفسي يتم الكشف عن هويتي فبتسأله ليش فبيحكي لأنه إذا كان وجودنا هون لا العذور على المشاعر السادقة فأنا بدي أكون مخلص للعاطفة عن هوية الشخص لكن منا اجتماع هون لا سبب معين واضح إنه هذه الفرصة ما رح تكون موجودة عندهم برا بين المنطق أو العاطفة بتسأله أي وحدة بتختار فبيحكي لها أكيد رح أختاري العاطفة فبتحكي له طيب بما أنك كتير واثق من مشاعرك لمين هي مشاعرك هلأ ما بيقدر يحكي ولا يجاوب فبتحكي له تمام بتحب تجرب فبيقولها شو فبتحكي سمعت إنه إنت حدا بتصدق الأفعال أكتر من العواطف لأنه الجسد ما كان رح يكذب فهل عندك فضول تعرف وبتحاول إنها تتقرب منه وهيك برأيكم هلأتغيرت فعلا مشاعر بلاتينوم أصلا أصلا يعني على فكرة بلاتينوم أنا مش كتير طيقته لأنه بيحب لوري بس لأنه شاكك إنها ماريان وأخيرا بحين اليوم الثامن وهو اليوم اللي رح يبلشوا فيه لقاء الحقيقة الثاني وطبعا متن ما بنعرف ممنوع إنهم يختاروا نفس الأشخاص أول شي بيبلشوا الذكور باختيار الفتيات اللي بدهم يطلبوهم وحلا خلونا نشوف مين برأيكم هالشلة رح تختار بنشوف بالبداية لولوة اختارت أليكسندر لكن للأسف أليكسندر ما اختارها وكانها كانت متوقعة الشي وحست بارتياح قولتكم عن جد لولوة صارت مخلصة بس لغرانت ولا كيف أما بنشوف ايمي اللي اختارت جرانت بما أنها طبعا ما رحت معه المرة الماضية ففيها تختاره لكن المفاجأة والصدمة بتكون لما نلاقي إنه لوري كمان اختارت جرانت طبعا لأنه ما فيها تختار بلاتينوم ولا فيها تختار أليكس فكان الطبيعي إنها تختاره وبيتسألوا لينش اختارت جرانت الكل توقع إنها رح تختار أليكس وتعالوا هون لنشوف المفاجأة لأنه أخيرا جرانت اختار ايمي وفرحها أخيرا يعني معلش هالبنت خلوها تفرح شوي وهي كلوري ما اختارت الشخص اللي اختارها ولما تشوفه بتفرح كتير وبتظل تقوله شكرا شكرا كتير إنك جيت هو بيكون خجلا ومتوتر برضو وبيحكي لها طيب يلا خلينا روح وهي بتكون سعيدة وبينطلقوها الاثنين وفعلا في عندي فضول برأيكم هار رح يكونوا حلوين مع بعض واللي حبيته معلو قلوها أكثر طبعا بعدين بيخبروا لوري إنه ما تم اختيارها من قبل الجرانت وبتحس بالراحة هي أصلا اختارت حدا عارفة إنه ما رح يختارها لحتى ترتاح والضل موجودة هون وما تروح أصلا بس أهم شي هلأ هو اللي رح نعرفه أكيد أمبر اختارت بلاتينوم وبلاتينوم بدايكم مين اختار ببلسؤال هالمقدمين هدول يبرروا تصرف بلاتينوم لو اختار أمبر قال لو اختارها مش بالضرورة إنه يكون معجب فيها فممكن هو بس بده يقدر يحدد هل تم خداعه طول هالوقت ولا لأ على فكرة لوري ما عمرة حكت لك إنها ماريان ولا عمرة تصرفت على هالأساس وإنت مشكلتك إنك توقعت هالشي وبينما بتكون لوري قاعدة ومتوترة وخايفة وحاسة يمكن بأحسيس مش حلوة لأنها كانت عم تخدع بلاتينوم شوي بيظهر لها مون وبيسألها كيف كان الوضع وهي بتسأله شو اللي يصار فبيحكي لها اوكي فعلا بنلاقي بلاتينوم اختار أمبر وراح يروح معها وبنشوف بعضة اللي مشاهدين اللي عم يحضروا آل وعم يحللوا الشخصيات وما بعرف شو ليش إنه اختارها ولأنه آل هي نوع نساء مفضل عنده بينما البنات بيحسوا آل إنه هيك بلاتينوم بطل شخص نقي وطلع شخص مخادع وما بعرف كيف لوري لما تعرف إنه بلاتينوم اختار أمبر بتحس بالصدمة والمفاجأة وبينما بيكون مون عم بيرنقشها بالأشياء اللي لازم يعملوها هلأ والاستراتيجيات القادمة بتكون هي بوادي تاني فبيسألها هل أنت هون فبتحكي لو سوري معكنت بس معك فبيسألها لبتشوري بالاستياء شكلك انصدمتي إنه بلاتينوم اختارها فبتحكي لو لا مش هيك الموضوع فبيقولها فيك تكوني صادقة كل ما علبت أكتر عن مشاعرك كل ما استطعت رسم خط الإعجاب الأفضل لإلك بشكل أحسن فبتحكي له بصراحة مش قادر أعرف إذا هداك الشخص صادق ولا لا فبيحكي لها لكنت مصدقة إنه فعلا مهتم لأمرك من البداية بغض النظر عن وضعك فبتحكي يمكن كان بيفكر إني نبيلة رفعة المستوى واقترب مني لأنه بيفكرني ماريان لها السبب أتوقع فبيقترب منها وبيحكي لها لوري بدي أسألك سؤال برأيك ليش اخترنا ماريان لتكون الطعم هالمرة لصندوق الجواهر هاد هل بتعرفي السبب؟ فبتحكي له لأنها يمكن الشخص الأكتر جاذبية صح فبيحكي صح بس الجاذبية مش أصنف فيها بس جمالها أو شخصيتها بل مكمنها بخلفية الشخص فبتقوله كيف يعني فبيحكي لها يعني باختصار لما يتزوجوا اثنين بصندوق الجواهر بيتم منحهم السلطة لما يصير واحد فيهم سيد لأمه فهالشي بيعني أنه الثاني لازم يتخلى عن حكم أرضه ببقى أنه كل الموجودين هون أمراء لهيك المرة الماضية ماريان تخلت عن حكم دولتها وراحت مع حبيبها لتحكم الدولة الخاصة فيه وصارت هي وقتها ملكة مملكة كايرة بعد ما تزوجها تبالك زوجها لكن لما ما تزوجها بدون وريد هالشي بيعني أنه لازم يتلاقي حدا لا يكون هو يتزوجها ويصير هو الملك واتمنى الغالبية أنه ماريان ترجع لموطنها وهذه كانت رغبتهم الأفضل بس هي ما رجعت لموطنها وبدها تظل موجودة لحتى ما تخلي البلد اللي كانت لزوجها يتم السيطرة عليها من خلال الإمبراطورية المهم يعني بيعود يشرح لها أنه اللي عملته ماريان كان كرمال زوجها ولحتى تضل بنفس دولته والكلام اللي عرفناه من قبل للسبب اللي خلى ماريان تنضم لهون وبيحكي لها إذا ماريان تزوجت مرة تانية قططت لإبقاء حكم كايلة بزواجها وكمان توحد سيلفارس يعني الدولتين الدولة الخاصة فيها والدولة تاعت زوجها فبتحكي له بس مش هم مختلفين عن بعضه وكل حدا إلو ملك مختلف قالها من الممالك نفصلوا عن بعض من زمان بس هلأ صار في علاقة دم بينهم لهيك في حال اختيارها لشخص من هالبلد راح يكون الجمهور قادر إنه يرفضهم فبيحكي لها يعني هل هلأ إفهمتي شو السبب اللي ممكن يخلي الكل بده ماريان مش بس لشخصيتها ولا لأنا بنت حلوة لأنه باختصار الشخص اللي راح يقدر يتزوج ماريان راح يكون عنده سلطة لسيطرة على مملكتين راح يكون عنده ثروة وقوة لا مثيل لهما وهذا سبب بسيط الأنباء اللي أفادت بعودة ماريان لصندوق الجواهر جذبت انتباه العديد من الممالك لهيك صاروا فيه كتير ناس بدهم يشاركوا على أمل إنهم يقدروا يزوجوا ماريان ويحصلوا على هاي السلطة وكمان نفس الشي البنات لما عرفوا إنه فيه كتير أمراء راح يشاركوا صاروا بدهم هم كمان يكونوا موجودين وبيقولها يعني إذا هذا قدرتي تكسبي شعبية صندوق الجواهر راح تكوني ذات تأثير كتير كبير على الموضوع بس لو شلتي عادي انت فاهمة الكل هلا عنده رغبة بامتراكك راح تكوني محور الاهتمام للجواهر الذكور دائما راح تكوني العروس الأكثر رغبة لأنك بطلة صندوق الجواهر فهل فيمتي هلا مكانتك فبتحكي له يعني التصرفات والكلام اللي بلاتنو كان يعملوا معي ولما قال لي خايف إنو تفكريني أنا هون كرمال مكانتك كل شي كان أصدو هالكلام لأنو متوقع إني ماريان ورغبة تاني بثروة ماريان ومكانتها مش أكتر لهيك أنا ما بدي أعترب من شخص مثله فبيحكي لها أكيد حاس حاله مويز وبيقدر يفوس بقلبك فهل هلا أصرتي حاسة بالارتباك فبتحكي يمكن لأنو إذا اكتشف إني مش ماريان راح يصوب غضبه علي فبتلاقي فجأة قرب منها وقالها لهيك مش لازم حدا يعرف بالمرة مين أنت ولا يتم كشف هويتك بعدها منشوف جرانت وإيمي راحوا لمكان لطيف غريبة غريبة مدينهم لمكان لطيف بس شكلها متاهة هدول اتنين أهبل من بعض مستحيل يطلعوا منها أصلاً أما بلاتينوم وأنبر فبيكونوا بمكان شكله تحت الأرض ومكان مغلاق قسم بمتاهة فوق الأرض وقسم ثاني بمتاهة تحت الأرض وقال فكرة البومة هالمرة إنو لما نواجه المصاعب اللي ما مخرج لإلها راح نكون متجولة مثل متاهة لعيك لازم تعتمدوا على بعض بأشد السعاب لا تقدروا تطلعوا وترجعوا للجزيرة وأكيد هناك في بعض المصادر اللي راح تساعدكم موجودة بالشنتة بيخاف جرانت وبيحكي شو يعني راح نعلق هون لو ما لقينا مخرج ولا كيف فبتحكي لو أيمي خلينا نبلش ونتفقد محتويات الشنتة بيبلسوا الاثنان بالتفقد وبيشوفوا بعض المعدات اللي للطوارئ وشوية أشياء تانية برضو موجودة نفسها عند بلاتينوم وأنبر بيغيروا أمبر وبلاتينوم ملابسهم لحتى يبلشوا بالانطلاق وبيحكي لها غريبا بينا مبسوطة فبتحكي له أكيد حاسة أني برحلة استكشافية لا العثور على الأسرار المخفية سر وردتاني شو رأيك مو الموضوع فعلا ممتع فبيحكي لها يمكن الموضوع فعلا ممتع كتير خليني أنا أنطلق بالبداية وبيكون عم يتسأل أي طريق راح يسلكوا بالبداية ولازم يلاقوا رمز أو شيء يبين واضح وطبعا حال هالمتاهة أكيد راح ياخد كلام كتير وتصرفات كتيرة طيب رأيكم مين فعلا أصلا اللي راح حل المتاهة أول ويطلع يعني ما بتوقع بالمرة أنه ايمي وغرانت راح يطلعوا أصلا وهدول الاثنين امبر وبلاتينوم الاثنان بصراحة أزنق من بعض ولا شو رأيكم المهم بيحكي لها مون راح ياخدوا بعض الوقت لغاية ما يطلعوا لايك عادي في عنا وقت كتير فينا نقدر نتدرب فيه ونعمل الأشياء اللي بدنا إياها وبيقولها إذا بدك بيك تحبسي حالك لمدة بالغرفة راح يظهر هذا الشي رغبتك بالابتعاد عن الجواهر لفترة فبتحكي له يعني لازم أبتعد عنه عن فترة فبيحكي لها صح لأنه بدنا وقت أكتر لنخليكي أكتر شبه بماريان فبتقوله إذا يعني هلأ شو فبيحكي له هلأ لازم نضربك على كل النقاط اللي عندك ضعف فيهم لا تقدري تجذبي الجميع لإلك مرة تانية وبهيك بنكون وصلنا لنهاية الخزمة الثالث من حكاية لوري اللي فيها كتير تعقيدات وانتو شو رأيكم لوري المسكينة ما كرت حالها رح تنبسط بس واضح انها محطوطة بشي ورطة بنشوفكم الملخص جديد وهلأ وقتا سايونرا شكرا شكرا شكرا